تخوض الصناعة في العراق حرباً ضروساً من أجل البقاء أمام ما تواجهه من تحديات تتمثل بالإهمال الحكومي المتعمد لهذا القطاع إضافة إلى فتح الأبواب على مصراعيها أمام البضائع المستوردة والتي تدخل دون رقابة ورسوم جمركية ويؤكد مختصون أن هناك إرادة سياسية تتعمد تعطيل الإنتاج المحلي للصناعة العراقية لا سيما بعد الاحتلال سنة 2003 الذي أدى إلى انتكاسة خطيرة في الصناعة إن عكست آثارها على المصانع والمعامل والورش وتضاءلت فرص الإنتاج إلى حد كبير لتصل إلى مرحلة الكساب التام فالصناعة العراقية تحولت إلى سلعة سياسية يحاول رؤساء الحكومات حصد إنجاز إعلامي بها مع غياب أي حلول حقيقية لدعم المنتج المحلي سواء بفرض ضرائب على البضائع المستوردة أو المساهمة بتسويقها داخليا ورغم الوعود التي أطلقتها حكومة السودان بتحويل العراق إلى بلد صناعي وليس استهلاكي لكن ما زال قطاع الصناعة في العراق معطلا بشكل عام ويواجه تدهورا كبيرا بدلا من أن يساهم بتشغيل شرائح عديدة من المجتمع في ظل ارتفاع نسب البطالة في البلاد فيما يقدر اتحاد الصناعات العراقية نسبة المشاريع الصناعية المتوقفة بأربعين ألف مشروع خبراء اقتصاد أكدوا أن ملف إعادة الصناعة الوطنية هو ملف سياسي أكثر مما هو ملف اقتصادي ولذا فإن أطرافا سياسية داخلية وخارجية لا تريد إعادة الصناعة الوطنية حتى تبقى الأسواق المحلية تعتاش على الاستيراد مشيرين إلى أن إعادة تنشيط الصناعة الوطنية أمر مهم لتقوية الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط إذ إن هذه الصناعة سوف تقلل من الاستيراد وتسهم بتقليل خروج العملة الأجنبية إلى الخارج وبحسب الخبراء فإن مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي منخفضة جدا قد لا تتجاوز أكثر من 6% كما إن معوقات كثيرة أخرى تحول دون تطوير هذا القطاع أولها الفساد والبيروقراطية وغياب المشاريع الاستراتيجية وغياب الإرادة الوطنية التي تقدم مصلحة البلاد على المصالح الحزبية والشخصية